قال مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتني بلينكين سيغادر اليوم الخميس متجها إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل زيارة لإسرائيل وقال المسؤول أن بلينكين سيزور كذلك عددا من العواصم في الشرق الأوسط لاستكمال المشاورات الدبلوماسية بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وأضاف المسؤول أن المبعوث الدبلوماسي الأمريكي أمس هوكشتاين سيسافر أيضا إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوتر بينها وبين حزب الله